موسيقى اليوم في إطار المنتدى الدولي للوجيستيك كانت فرصة للالتقاء بالسيد نائب الرئيس الحكومة الجزر الكاناري الكاناريات واللي كان الهدف منها بالأساس والمذاكرة والمحادثة في المواضيع المشتركة واساسا الربط القاري بين المغرب وبين جزر الكاناري وبالأساس النقل البحري وكانت فرصة باش نتبادلوا للآراء والتصورات حول هذا الموضوع على أساس أننا في أقرب وقت نوجدوا الحلول باشدك 40 ألف مغربي اللي عندنا في جزر الكاناري تاوما يمكن لهم يتنقلوا عبر البحر ولكن أيضا النوع في إطار العلاقات السياحية ولكن أيضا الاقتصادية والتجارية بين الضفتين تفقنا على أساس أن هناك الجنة تقنية اللي غاتي درسل المقترحات في أقرب وقت الممكن باشن خرجو بالنتائج الضرورية لهذا التعاون البحري بالأساس بين جزر الكاناري و بين المغرب Y por eso vamos a trabajar a partir de hoy en una comisión técnica que alcance el objetivo de mejorar la conectividad, de abrir líneas marítimas entre Canarias y Marruecos a través de distintos puertos como puede ser el puerto de Tarfaya.